وامام حضرتكم هذه الصورة ويبدو بانه هناك يعني علاقات الان عدائية بين كل من اكرم امام اغلو رئيس بلدية اسطنبول وكمال كليتشدار اغلو رئيس حزب الجه بي بل انه عن الصحف التركية تقول اكرم امام اغلو يعلن الحرب على كمال كليتشدار اغلو رئيس حزب الجه بي بسبب رفض تخلي الاخير عن منصبه كرئيس لحزب الشعب الجمهوري بعد هزيمته امام اردوغان في الانتخابات تخلوا حضرتكم بانه بعض من منصر حزب الشعب الجمهوري يقولون بانه اردوغان هو من يدعم كمال كليتشدار اغلو كي يكون رئيسا وزعيما لحزب الجه بي حتى يتمكن من الفوز على الحزب في كل الانتخابات سواء التي حدثت في الماضي او التي ستحدث في المستقبل وهو امر بالقطع ينفيه الداعمون لكمال كليتشدار اغلو كان هناك طلب من اكرم امام اغلو بعقد انتخابات على منصب رئيس الحزب قبل انتخابات رئاسة بلدية اسطنبول لكن طلبه قوبل بالرفض ما جعل هناك تكهنات من قبل البعض بانه اكرم امام اغلو سينشق عن الحزب ويقوم بانشاء حزب جديد خاصة وان هناك بعض الانباء تتحدث وتشير الى ان كمال كليتشدار اغلو لن يدفع باكرم امام اغلو في انتخابات رئاسة بلدية اسطنبول المقبلة عقابا له على انه يحاربه داخل الحزب ويسعى لازاحته من رئاسة حزب الشعب الجمهوري خلافات قوية اذا وعميقة داخل حزب الشعب الجمهوري وداخل المعارضة التركية تانجو ازجان رئيس بلدية بولو ايضا يهاجم كمال كليتشدار اغلو في المقابل انصار كمال كليتشدار اغلو يردون الهجوم على تانجو ازجان رئيس بلدية بولو ويتهمونه بالفشل في رئاسة هذه البلدية والدليل هو ان اردوغان حصل على نسبة تصويت مرتفعة في بلدية بولو اشتركوا في القناة